بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة هنتكلم عن البي اف اس تي اكزامبل او مثال لعمل البير في لان سبنينج تري بروتوكول طيب راح ناخذ اكزامبل مثال لعملية تطبيق البير في لان سبنينج تري على في داخل شبكة السويتشات عندي انا هنا في المثال عندي سويتش واحد وعندي سويتش اثنين وثلاثة واربعة راح يتم التركيز على البي سي واحد والبي سي ثلاثة الموجودين في السويتش واحد والبي سي اثنين والبي سي اربعة الموجودان في السويتش اربعة طبعا عندي الاربع بي سي او اربعة اجهزة كمبيوتر متوزعة على اثنين في لان اللي هي الفيلان واحد والفيلان اثنين. طيب نبدأ مع اختيار الروت بريج. نظريا كده انا اول شي رح اركز عليه اللي هو قيمة الباريوريتي. طبعا عندي السويتش واحد واثنين وثلاثة واربعة كلهم على الديفولت اللي هو ثنين وثلاثين الف وسبعمية وثمانية وستين. فبالتالي رح يتم النظر اليش الى الماك ادرس. والسويتش صاحب الماك ادرس الاقل هو السويتش اللي رح يتم اختياره. كروت بريج. لو نظرنا الان هنا رح نجد ان السويتش واحد هو صاحب اقل اا اا ماك ادرس. لان لحظوا معي هنا زير واحد بينما سويتش اثنين زير وثلاثة وهنا زير واربعة. فبالتالي رح يتم اختيار اسويتش واحد كروت بريج. طيب الان لنفترض ان جميع المسارات متساوية من ناحية السرعة. وبالتالي رح تكون متساوية من ناحية الكوست. فبالتالي انا عندي السويتش اربعة عنده مسارين الى السويتش واحد. لازم يختار طبعا مسار واحد علشان ما ما يحصل عندنا مشكلة اللوب. طبعا عملية النظر طبعا اختيار مسار اول شيء قيمة الكوست. مادم عندي المسارات كلها متساوية. فبالتالي رح يتم النظر الى مثلا من هي من هو السويتش الاوء اللي ارسل البيبي ديو اولا. هل هو سويتش ثلاثة او سويتش اثنين. خلينا نفترض انك لهم ارسلها في نفس الوقت. فعنده رح يتم النظر الى البرج اي دي اه للسويتش اللي ارسل البيانات اه صاحب البرج اي دي الاقل. السويتش اثنين هو صاحب البرج اي دي الاقل كونه هو زير واثنين. فبالتالي رح يكون هذا هو الروت بورت يعني افضل مسار يؤدي الى وين الروت بريتش. هنا طبعا رح تكون ايضا الروت بورت. هنا طبعا رح تكون يعني المنفذ اللي بيرسل البيبي دي او. هنا ايضا رح يكون بالنسبة لهذا المسار الثاني اللي بيؤدي للسويتش ثلاثة رح يكون ايش? رح يكون مغلق. ممتاز. فبالتالي الان لو عندي البي سي اثنين يبغي يكلم البي سي واحد. فرح يتصل عليه من ايش؟ من خلال السويتش اثنين ومن السويتش اثنين الى السويتش واحد. كذلك البي سي اربعة في الفيلان اثنين. لو اراد اني يكلم مثلا البي سي ثلاثة الموجود في الفيلان اثنين الموجود على الروت بريتش رح ايضا ينتقل الى السويتش اثنين ومن السويتش اثنين الى السويتش واحد. ويظل عندنا هذا المسار والرابط لا يتم الاستفادة منه. عند تطبيق البير فيلان سبانينج تري لا. احنا بدل ما نطبق السبانينج تري بروتوكول على شبكة السويتشات بجميع الفيلان اللي بتحتويها. لا راح نطبق تيبوليجي سبانينج تري بروتوكول خاصة بكل فيلان. فعندي انا هنا التيبوليجي هذه اللي احنا الان اه نزبطناها في هذا المثال راح تكون خاصة بيش بالفيلان واحد. فبالتالي السويتش واحد هنا كروت بريج وهذا الرابط وهذه الاسماء المسار طبعا اسماء المنافذ راح تكون بناء على ايش بناء على طبعا على الفيلان واحد. وراح نروح على الفيلان اثنين نطبق عليها سبانينج تري بروتوكول تيبوليجي اخرى غير الموجودة في الفيلان واحد. وراح يكون ذلك بالشكل التالي. طيب الفيلان اثنين بدل ما نخلي السويتش واحد هو الروت بريج لا راح نخلي مين السويتش ثلاثة هو الروت بريج. لاحظوا معايا الاحمر تابع للتيبوليجي تابع للفيلان اثنين والاسود هو تابع للتيبوليجي الخاصة بالسبانينج تري للفيلان واحد. الان السويتش ثلاثة هنا اصبح الروت بريج للفيلان اثنين. فبالتالي على مستوى الفيلان اثنين راح تتغير التيبوليجي. فهنا عندي انا سويتش اربعة لكي يصل الى سويتش ثلاثة عنده مسارين. عنده المسار من سويتش اثنين الى سويتش واحد الى سويتش ثلاثة وعنده المسار اللي هو دايريكت الى سويتش ثلاثة. وبما ان قيمة يعني سرعة المسارات متساوية وبالتالي قيمة الكوست متساوية فبالتالي طبعا راح يخترش المسار المباشر. فحيكون هذا هو روت بورت. تمام؟ كافضل هذا يعني حالة المنفذ اللي يؤدي الى افضل مسار للروت بريج. وهنا راح يكون ايش ديزيجنيتت بورت. وهنا ايضا ديزيجنيتت بورت. لان زي ما نعرف الروت بريج جميع منافذه بتكون ديزيجنيتت بورت. والسويتش واحد عشان يتصل مع السويتش ثلاثة. طبعا في حالة الفيلان اثنين. ما راح يكون السويتش واحد هو الروت بريج. هيكون نان روت بريج. راح يكون سويتش عادي. فهنا راح يكون ايش؟ روت بريج. عفوا روت بورت. وهنا راح يكون ديزيجنيتت بورت. وهنا راح تحصل عملية مقارنة. خلينا نفترض ان سويتش اثنين راح يصبح هذا المنفذ. بلوك. كون سويتش واحد صاحب البرج ايدي الاقل مقارنة بسويتش اربعة. فراح يختار المسار هذا. هذا في حال ان البي بي ديو تم استلامها من الطرفين السويتش واحد وسويتش اربعة. البي بي ديو الخاصة بالروت بريج في نفس الوقت. فعنده راح يصبح هذا المنفذيش. بلوك. راح يصبح بلوك فين؟ في مع الفيلان اثنين. لكن هو راح يكون ايش؟ شغال فوروردينج كديزيجنيتت اه رو اه كديزيجنيتت اه هنا مش دي ار هنفروت دي بي. هنا راح يكون في حالة بلوك. وفي نفس الوقت هيكون اه ديزيجنيتت بورت. ديزيجنيتت بورت مع مين؟ مع الفيلان واحد او في داخل الاسبانيك تري بروتوكول تريبولوجي الخاصة بالفيلان واحد. فبهذه الطريقة لو راح نركز الان راح نشوف انه تم الاستفادة من جميع المنافذ. وما في اي منفذ اصبح داون. وطبعا الاستفادة وتوزيع البيانات فيما بين الكيابل المختلف الموجودة عندي دون ان يؤدي ذلك الى حصول اللوب في داخل الشبكة. فعندي انا على مستوى الفيلان واحد لما البي سي واحد يريد المخاطبة مع البي سي اثنين على مستوى الفيلان واحد راح يتحدث معهم عن طريق هذا المسار اللي هو من خلال سويتش اثنين. اما البي سي ثلاثة لما يحب يتصل مع البي سي اربعة اللي هما الاثنين موجودين في الفيلان اثنين فراح يتم من خلال هذا الاتجاه اللي هو من خلال السويتش ثلاثة. وبهذه الطريقة نكون استفدنا زي ما ذكرنا من جميع المنافذ من جميع الكيابل. وهذا راح يؤدي الى توزيع البيانات فيما بين اكثر من مسار بدل ما كان عندنا مسار واحد اصبح عندي مسارين لو كان عندي مثلا فيلان ثلاثة واربعة ممكن ازود عدد المسارات فيصبح عندي اكثر من مسار فلما وزع البيانات افضل بكثير من أني لا اجعلها في مسار واحد فبهذه الطريقة انا اسر عملية تبادل البيانات. واخفف الضغط على لينك بدل ما كان لينك واحد عليه كل الضغط. لا. اخفف الضغط عليه. بحيث انه اصبح عندي على مستوى كل فيلان في داخل الشبكة. ممكن لو كان عندي مجموعة كثيرة مثلا اكثر من السويتشات. ممكن اوزق مجموعة من على سويتشات. بحيث مثلا ممكن كل كل ثلاثة اربعة فيلان يكونوا روت بريت سويتش واحد ويكون لهم توبولوجي موحدة. وهكذا. هذه كانت فكرة البير فيلان سبانينك تري. انه اني اطبق السبانينك تري بروتوكول على مستوى الفيلان الواحدة في داخل الشبكة. وليس على طبعا. وليس على مستوى جميع الفيلان. مثل بروتوكول الاسبانينك تري التقليدي. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذه الرسالة. اتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.